يحببكم الله ويغفر لكم علومكم والله غفور رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن المحفة تقتضي الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا كفي إمكانه وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحفة يا أخ الشيطان هذا هو مع العمل الصالح والفلق القويم والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل على بصيره والصفر على الأدى فيه هذه هي المسائل الأربع وكل هذه الأمور هي مفهوم الدين الحق على منهج الوسط والاعتداء وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلا غلو ولا تنطع ولا تطرف ولا إحداث وزيادة في الدين ولا جفاء ولا تساول ولا إلحاد ولا انحلال وإنما سير لهذا الدين القويم باعتداله ورحمته وتسامحه وهذه رسالة الإسلام إلى العالم وهذه البلاد المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وبهد الإسلام وهي محل المناسف والشعائد فيها المسجد الحرام والكعبة المشرأة وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معنية بغمور الدين والشؤون الدينية ولهذا فإننا نشكر القرارات الحكيمة من أولاة أمر من حفظه الله على العناية بالشؤون الدينية ونسينا في الحرمين الشريفين ليقوم هذا الجهاز المستقيم الذي يرتبط بولي الأمر وثقه الله للعناية بالأئمة والخطباء ورسالة الجمعة ورسالة الممة والمحرام لتصل رسالة العالم في الاعتدال والوسطية إلى كل أنحاء الكون كل لإبلاغ دين الله عز وجل وكذلك العناية بالعلم قال الله عز وجل وقل رب زدني عيما قال أهل العلم لو لم يكن العلم أفضل شيء من إنسان في دينه ودنياه وآخرته لم يأمن الله نبيره أن يستزينه من العلم فالعلم أفضل من الماء وأفضل من كل مغريات الحياة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما قل هل يستغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتلقى أول الألباب من يريد الله به خيرا مفطه في الدين من سنك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي مسجد المصطفى الذي يأتي إلى خلق العلم كان مجاهد في سبيل الله أخرج الإمام أحمد وكل ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى مسجني هذا لم يأته إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه فهو كالم جاهد في سبيل الله وطالب العلم يمنع أن يخلص مية لله عز وجل وأن يسلك سبيل العلم بجد واشتهاد أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجقهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان ونحن مع إشراقة ألعاب الدراسي ومع استهلاله السنة الدراسية الجديدة نهيب بطلابنا طلاب العلم بالجد والاجتهاد في علومهم ومعارفهم وفي حمور حلق العلم والدروس في الحرامين الشريفين وكذلك المحاضرات وأيضا ما يقوم به معهد الحرف من جهود مباركة في تطبية المملكة وتعليمهم أمور دينهم وما يحتاجونه في عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم ومعاملاتهم كذلك المعاملات حسن المعاملات بلنا المسلم واخيه في بيعه وشرائه وتجارته ورهنه وذلك فلا يدشه ولا يضمه ولا يخدعه ولا يتحايل عليه بل يسير في أمور معاملاته على الحلال وأحل الله البيعى وحرم البيعى والعناية أورا بمقاصم الشريعة الخاصة بحفظ الدين والنفس والعقب والعرم والمكان حفظ الدين المحاضر عن التوحيد والعبادات في الواقع جانب المنون وجانب العرب حفظ النفس وصيانتها وعدم إزهاقها وعدم سفك التمي الحرام وحفظ العقل بسيانته عن المسكرات والمشكرات والأفكار المالة والجماعات الزائرة والترضينات الإرهابية المشبوعة وكل درعوة الإنحان والانحلال عنها الدين وإنما يكون فكر المسلم فكرا مبني وسطير على الاعتصار الرحيم والمنهد الصغير وحفظ المعنى الضرب وحفظ العرب وعفة الرسال الأخلام القوين كما قال تعالى وإنك على خلق العظيم فبما ربنا وإنكم تفقرا غريبا لنفق من حوله والهرص على اجتماع الكلمة والاعتصام من ختابه السنة إنما لمنون أكبر واعتصم بحب الله جميعا ولا تفرقه ولهذا فإن جهازة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الأراء والمسجد النبوي جهاز مبارك وموفق وسيولي العلم والتعليم والإمامة والخطابة والدروس والمقامرات والحلقات في نشر القرآن الكريم والسلة النبوية والعلوم الشرعية ماذا استهبه ولهذا فإن هذا القرار موفق وحكيم ولسه مستورب على هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة فهي ما قامت إلا بإعزاز الدين وشهره وأهله والعناية من علماء وطلاب العلم والأئمة والفضراء فجزى الله أولاد خير الجزاء وسنعمل بإذن الله من خلال خطة استراتيجية رضية ورسالة وأهداف وبرامج عملية وقيم مباركة وآليات تنزيلية إلى تحقيق طموحات ولا تأدرنا وفقهم الله في العناية بالمنهج الوسطي أن نعتدد وأن نجعل من أنفئة الإيمانية والروحانية والتعبدية في الحرامين الشريفين أنموذج محترى في العناية بالنصيبين والاهتمام من كل ما يروي قلوبهم وأرواحهم وأرواحهم ورقولهم وأقار لتنقلهم إلى الله ثمانه وإثراء تزيل السائرين والقاصدين في الحرامين الشريفين التكربة الدينية التي تتعل نحلة نحلة بإيمانية وروحانية تعبونية تبقى آثاؤها في حياتهم كلها مستثمرين مستثمرين معطيات العصر من الإعلام والإعلام الجديد والتقانة واللغاة والترجمة في عشر تعاليم الدين الساحرة وما عليه هذه البلاد من بيادة في الشؤون الدينية وفي غير آمن المجالات على منهج الوسط والاعتدال سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يجعل الأعمال خالصة الوجه إنه جوان كريم وأن يجزيه لأمرنا خير الجزاء وأن يدين على بلادنا دينها وعقيدتها وأمنها واستقرارها وخدمتها للحرمين الشريفين وإعزاز الشؤون الدينية في كل مجالاتها إن ربي خير مصنوع وأكرم ومأمون وبعد هذه المقدمة التي أراها مهمة في مثل هذه الأحوال والظروف ومع بداية العلم براسي الجليل فإننا نستعرف درسنا في كتاب زاد المعار كخصوص بعد عنوم هذه المقدمة وهذا التنبيل الشامع الذي يحتاجه المسلم ليكون خارطة طريق الله والإبراسة يسلك به سبيل النجاة في حياته وبعد مماته ويسأل الله التوفيق والسداد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه فصل في سراغي صلى الله عليه وسلم قال أبو الغيدة كان له أربع مالية وهي أم ولده إبراهيم وريحانة وجارية قفرة جميلة أصابها في بعض السمين وجارية مهبتها لها زينو بن تجش حسن جبما تأثد المصنف رحمه الله في الفصول السابقة عن الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن العمال والأمام والأخوال والخالات أراد أن يعرف المتنق حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يعرف هديه وأن يعرف سنة وسيرة عن جانب من الجوالب المهمة في حياته عليه الصلاة والسلام وهو علاقته بالسواري هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم سواري وقال نراد بالسواري وما تعرف ومن هن سواري النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف أهل العلم هن من السواري أم من حوال ذاك السواري بالتخفير سواري وبالتشديد سواري السواري جمع سرية جمع سرية بضم السير وفتح الرائم مشددة حتى نتقل سري سرية ويقال سرية كبال بضم السير وكسرها وهما مبتان والسرية في الأمع التي يتخذ الرجل للوضع الأمع التي يتخذ الرجل للوضع فالنساء التي تحر للرجل حرات وسريات على نوعين فالحريات السوجات المعروفات والسرية والسرية هن الإمام هن الإمام وإنما ثم سرية أو سرية نسمة إلى السر السر لأنها في الغالب تخذ بالسر حتى لا تغضب الحرائر ونسبتها إلى السر لأحد وجهه الوجه الأول أنها متخذة للوضع والوضع لما يقول في السر والثاني أن الرجل في العادة يخفيها عن زوجاته الحرائر ويستروها عنهم فمن أبقى الكلمة على أصل نسبتها إلى السر ومن ضمها السرية فالعرب كثيرا ما تغير الأدمية في النسبة فتقول في النسبة إلى الدهر جهري وتقول في النسبة إلى الأرض السهلة سهلي وهكذا قال أبو عبيدة أبو عبيدة هو معنى ابن المثلاء المتوفى سنة مئتين ثمانية من هجرة أحد علماء اللغة وأحد علماء أيضا التعليق وله في الحديث وله في مجازي القرآن وهو عالم جليل قال أبو عبيدة كان له أربع كم عدد ثرياته وإيمانه وجواريه عليه الصلاة والسلام ما هي عددهن أربع قال أبو عبيد الأولى ماريه ويمكن كل الناس يعرفون ماريه وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها زوجة سرية وهي أم ولده إبراهيم أم ولده إبراهيم قول أبي عبيدة هذا إن ماريه هي أول أول سراريه عليه الصلاة والسلام يشتنه الذي ذكره الحاكم في المستدرة قال قال أبو عبيدة وظن أربع ماريه القبطية ماريه القبطية وهي أم ولده إبراهيم وريحانة وجميلة أصابها في السمي فكادت نساؤه أن تغلبهن عليها لأنها جميلة وعن الجميلة اسم أو وصف سيأتيها في بيان ذكرها وكانت له جارية نصرى نفيسة وأن نفيسة اسمها أو صفتها هذا سيأتينا وهبتها له زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنهم منهم وأرواهم ماريا الأولى ماريا هي أم ولده ضائم وماريا هذه ماريا الإبطية بعث بها وبأختها سيرين ماريا وسيرين أخوات بعثهم المقوقس صاحب مصر مع حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض فعرض عليهم حاطب للإسلام فأسلم فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ماريا وأهدى أختها سيرين بحسان بمثابك رضي الله عنهم أجمعين إبراهيم إذن عرفنا الآن أن ماريا الطيب من القلب من مصر يعني أصلها نصرانية ثم جاءت وأسلمت إلى المدينة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وولدتها إبراهيم وأصلها سيرين عطاها إلى حسان بمثابك ولا رض فحسان بمثابك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نافع عنه وعن الدعوة وأثنى على طيبة وأهل طيبة في قصيدته الشهيرة بطيبة رصم من رسول ومعهد مريم وقد تعفل رسوله وتهمده إلى قوله المعالم لم تطمس على العهد آيه فالآي فيها تجدد ومهاره الدروس العلمية والمحابرات والخير المنتشف في الحربين الشريفين وهؤلاء العباد والزانرون والقافلون والركع السجود إن نعارب بإحيان هذه المدينة وهذا النسجد المبارك على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ماريا ويتزودها على أنها ملك اليمين بملك اليمين فحملت منه إبراهيم ولده ووضعته في الهجة سنة ثمان من الهجرة وعاشت مارية أو مارية بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين وتقفه سنة ستة عشرة من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه فحجد عمر مهى الناس لشهود جنازتها وفاءاً بالجانب المصطفوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا درس في حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوجاته من بعده النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأذوانهم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأما إبراهيم المولد من مارية وهي سرية النبي صلى الله عليه وسلم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم فمات رضيعاً وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق مع الصحابة إلى حيث إبراهيم في عوالي المدينة فيأخذه ويقبله ثم يرجع ولما دل أجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقع يعني يجود بنفسه يحترى فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنفاً وهو يقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم نمحزون ولهذا هذه السنة السنة حينما يموت الإنسان أو يموت لهم ولد أو قريب أو عزيز لديه أن يحمد الله لقمائه وقدره وأن يصبر وأن يحتزف وأن يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه رجعوا وبشر الصابرين الذين إلى أصبتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعوا الأتآهة النتيجة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سكينة ورحمات وأولئك هم المفتدون إن العين تدمع وإن الغرب لا يحزن ولا نقول إلا ما يغذر منه وإنا لثرابك يا إبراهيم أو يقولها الإنسان حينما يفارق أباه أو أمه أو ذويه أو أخته أو أخاه أو قريبه أو عبيبه أو صديقه أو جاره أو نكون هذك وإنا لثرابك لم أحزوه ولأدل على النوت رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في العزاء وفي الصور وفي الاسترجاع وفي التأمل لأن ولد الإنسان هو ثمرة فؤاله وأجازة قلبه وفلدة كائده نصابه فيه عظيم ومع ذلك يسلم فلله ما أخذ وله ما أعطى قال آنس رضي الله عنه بعدما سمع هذه المقالة من رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما رأيت أحدا أرحم بالعيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منهج يبغي أن نسلكه في تربية الأطفال وفي التآول مع العيان في حياتهم بالرحمة والاحتضان والقبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم والأطفال ولما قال له بعض الناس إني عسرة من الولد ما قبلت منهم أهلا قال نزع الله الرحمة من قلبك فالتطبية الدفل على الرحمة وعلى المحبة يخرجه مد من بنات المستقبل ومن سلاء الحرارة ومن رواد الجيل يحتضنه الرحمة والحنان والعقل والعقل ويخرجه مشرقا مشرئبا متآلقا مبدعا متبيزا ولهذا فإنك إلى ما تنظر في رادة وصناع الأنجاج الحرارات ومن يختمون بلادهم ودينهم ترى أنه كشف في مئة صالحة وتربية سليمة منه الرحمة والحنان والرفق والمحبة والمبدة وفيها درس لنا جميعا نحن الآباء والأمهات وأولياء النمور ارحلوا أطفالكم احترنوهم نحبوهم من قلوبكم اخدموهم ليخدموكم على إذا كبرت سنكم لا تعرفوه لا تشكوا عليه مو أبناءكم بالصلاة لسامة واطربوهم عليها ضربة رفق ورحمة غير موجب لحشق وفرقوا بينهم في المماطع أقدموا لكم ما إتاجون من خدنات لسيما في طلب العلم وفي حفظ القرآن وفي حضور مجالس العلم في الحرامين وفي تعزيز لسالته والدينية والقيمية ونفعهم لملادهم ربوهم على المنهة الوسطية وآزنوا في ترميته بين متطلبات الروح والقلب والعقل والفؤاد والجسد لا تحرموهم خيرات هذه الدنيا لكن بضواق وتواجد تحقق منه شخصية متوازنة فريدة ينفع الله به غدا البلاد والعباد غضوا كيف انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى عوال المدينة يزور طفل عمر سنة أو سنتين أو أقل من من اليوم من الآباء والأمان ولا سيما يعني سواء ما كان مع أولاده وأبنائه أو حصن في القلاة وقد يكون هناك أولاد وبنات يجنس والسنوات لا يسأل عنها هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسنى المصطفى والمجدبى حبيبنا بأبي هو رومي عليه الصلاة والسلام وفضواهنا الذي نشهد الله على محبته والسير على سنته والموت على مرده ونسأل الله أن يحشرنا خلط نوائه وأن يسقينا بيده الشريفة شوحزا لا نبنه بعدها أبدا يلا يزور مثلا رضيع وهو أبوه وعاد الجمه ورسول الله من العالمين ومعشد الخليطة ورحمة للعالمين وصدق الله وما رسلناك إلا رحمة للعالمين ولم يكبين بنفس يأخذ الصحارة ينطلق الصحارة معه ليزوروا ابنه في عوالي المدينة وكانت إذا طريقا وعرا بينها وبين مسجده جباه وأوضيع ولهذا سميت العوالي لأنها في عوالي المدينة جهت قبار فكان يأخذه ويقبله ويحتضره ثم يرجع لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلامة هذه السرية الأولى مآلية أمر إبراهيم الثانية من السريات ريحانة الثانية ريحانة ريحانة هي ريحانة بنت شمعون ابن زيد من بني النبي أو من بني قريبة على خلاف بين أهل العد إذا كان أصرها يهوديا وكانت في السمي واختلح العلماء فيها على قولين الأول الأول أنها بغيت أبة وسرية في ملك يمين وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أي ابتقاء ويتزوجها قالت بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركها وأبقاها في ملكك وآل من فقه رضي الله عنه حتى لا تنازع الضرائل والحرائل بل أبقى في ملكك لأنه لو كان حرة كان ينزلها النبي وينزلها القسم والسقنة ونحب ذلك فهي من حبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إعادتها عليه تتركني في ملكك وهو أخف عليه وعليك فتركها وأبقاها في ملكك عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه القول الثاني أنها عندما عرض عليها أن يحتقها ويتزوجها رضيت به فأعتقها وتزوجها وعلى هذا لم تكن ثلية إلا أن القول الأول أنها بقيت على ثليتها وملك يمينه عليه الصلاة والسلام أقضى وهو الذي يرجحه واختاره من خلف العمابة بن طيب رحمه الله وجازها به إذا ريحانه من شرائه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الراجع قال المصنف رحمه الله الثالثة وجارية أخرى جميلة الجميلة هنا خبر جارية يعني وجارية جميلة على أنها صفاء أو لنمين لأهل العلم أصال أن لي صلى الله عليه وسلم جميلة في بعض السن ويحتمل جميلة أن اسم لها اسمها جميلة وكانت مسميه العرب ونزاله والجمال أخص خصائص المرأة فحريهم أن تسمى جميلة واسم سائف وكانت المسلمون هو العرب وإلى اليوم يستكمون جميلة والجميلة جمال ألد والخلق وليس مجرد جمال الشكل وهي يعني اسم وقد يحتمل أن تكون صفاء ويحتمل أن تكون اسما على من عليها واسما له لكن الإمام الحاكم في المستدرق ذكر أن جميلة اسم وليس صفاء الذي رجحه الحاكم وهو من علماء الحديث صاحب المستدرق أن جميلة اسم السرية الثالثة وليس صفة لها حيث قال وهم أربع مالية قبطية وريحانة وجميلة هذه الثالثة الرابعة الرابعة أمرة من الله وجارية وهبتها له زينم من تجحش زوجته رضي الله عنه لم يسمها أن يصنه نقيم ما سماه لكن نوجه إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرق جاء فيه وجارية بخرى نفيسة يعني هل هي نفيسة أنها من النفاسة وهي الغالية ثمينة أو أنها نفيسة اسم لها هل هي اسم علم أو صفاء الذي يرجحه الإمام الحاكم رحمه الله أنه اسم لها قال وجارية النصر نفيسة وهبتها له زينم بن تجح وهو محتمل الأمرين كذلك كما في جميلة جميلة ونفيسة اسماني وصفتان القول الأول في نفيسة أن يكون صفة لها ويطوي على الاحتمال أن التي وهبتها إياها زينم لإرضاه عليه الصلاة والسلام ونعلم قصة زينم وضي الله عنها لما حصل ما حصل أهدت هذه الأجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هجو زينم مما تكلمت في شأن صفية ثلاثة شهور والحجة والمحرم وصفر فلما كان ربيع الأول الذي قدغ فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عليها وضغي عنها فقالت ما أدري ما أجزيك يا رسول الله ثم رهبت له هذه الجارية وهي نفيسة فهذا يطوي أن تكون قد وهبته جارية هي من أنفس جواريها اسما وصفة رضي الله عنها وأبراه الأول الثاني أن نفيسة اسما أن نفيسة اسم أي وليس صفة وقد رجح هذا الحافر بن الحجر رحمه الله في الإصالة في تبييز الصحابة قالت بن الحجر رحمه الله في الإصالة سماها علي بن أحمد بن يوسف في كتاب أحبار النساء سماها وأصل القصة عند أحمد ولم يسمها ولا يرد حينما عدنا من القواعد في الترجيح أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح فلا استطيع الجمع بين الاسم وصفة اسمها نفيسة وهي أيضا نفيسة من فاسدها عند زيلة من انتجحت التي وهبتها من دبيهم عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن يهدى إلى الدبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء إلا أنفسها وقد نرم بعرهم هؤلاء الأربع في بيت واحد احفظوه احفظوه ولهذا المنظر مات المنظر مات طريق من اليوم من هل سواه من هل سواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول جمع منا الناضي بقول سرية مالية جميلة ريحانة تعقبها نفيسة سرية مالية جميلة ريحانة ريحانة تعقبها نفيسة هذا البيت الجميل من النار يبين لنا أن أوقع بصراعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظوها أحفظوها سرية مالية جميلة ريحانة تعقبها نفيسة إذا مالية جميلة ريحانة نفيسة لنا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواريه وإيماءه وفي قوله تعقبها ريحانة تعقبها نفيسة إشارة إلى أن نفيسة آخر الصراعين آخرهم بل إنهم في ربيع الأول الذي أهدته زينة آآ نفيسة توفي عليه الصلاة والسلام تعقبها إلى الإشارة إلى أن نفيسة آخر صراعين عليه الصلاة والسلام حيث أهدته أهدتها له في الشعر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم هذا ما يخص هذا الفصل في صراري رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل الحوار حتى نذي التجربة العلمية لدى طلاب العلم ونحاضرين في دروس الحرمين الشريحين كم عدد صراري رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحيي بالمناسبة زملائي من الذين يتحدثون لغة الإشارة فحياهم الله في الدروس العلمية ونحن نذكر أستاذنا ومن نترجم لهم والزملاء الذين يحضرون حرصا منهم على العلم نظر الله وجوههم الله صلى الله عليه وسلم هذه المجالس تتنزل عليها السكينة وتعفها الملائكة وتغشاها الرغم ويذكر الله جل وعلا الحاضرين فيها في المدى الأعلى لهذا هنيئا لكم هذه الجور العظيم إذا كم عدده الأب الله الذي ينظم البيت يأتيه بحره أنا ردته عليكم ثلاث مرات الذي ينظمه لأ عندي مكافرة أستغيفه ويأتيه لنا في مكة لأداء العمر بحول الله وقوته محفولا مكفورا الذي يأتيه من بيت سرية أرفع صوتك أرفع صوتك حتى أسمعه سرية دم مالية جميل يا سلام أبشر تستاهل نمسك معكم سمنا إن شاء الله شوفك في مكة بحول الله وقوت شكرا لطلاب العلم وتعجبونا هذه الروح من أنبق الدين وزائل المسلم الوصول إلى الله صلى الله عليه وسلم وهم يتفاعلون وستعمل بإذن الله ياسك الشؤون الدينية على إهزاز هذه الحلقات وهذه الحلوف وترتيب المسابقات العلمية والتنافس الشريف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكذلك العلمة من حلد تقديم الخدمات الدينية وما يُعين على أداء هذه الحلق وهذه الدروس بمسالتها العظيمة من رحاب الحرمين الشريفين نعم نعم الخص الذي بعده تقضى قال رحمه الله خص في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم سيد ابن حامدة ابن شراحيم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعتقهم وزوجهم ومولاتهم أم أيمن فولدت له وسامة ما أعتقهم وزوجهم مولاتهم أم أيمن أم أيمن فولدت له وسامة ومنهم أسهم وأبو رافع وثوقان وأبو ككشة سليم وشطران واسمه صائح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قتيل العرانين ومدعم العرانيين ومدعم وكركات نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبة وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشغلة ذلك اليوم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتنتهب عليه نارا وفي المنطق وفي المنطق أن الذي غلها مدعم وكلاهما وجد بخيبة والله أعلم أحسن هذا الفصل في مقابل الفصل الذي قبلهم الذي هم فصل السلام والسراري وهذا الفصل في الموالي في الموالي الذين هم مقابلون الموالي يعني الموالي نأتون أيضا لي الخدمة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون ويسحن إسلامهم ومنهم من يُعْتَق إذا الموالي جفع مولا والمولا من الأنفار المشترك فالله مولا ذلك بأن الله مولا الذين آمن يعني مولاك يتولاك بالعناية والرعاية والحظم والصيان ويقام للمعتق مولا ويقام للمعتق مولا المعتق السيد والمعتق العب أو الأمان نسمى مولا وللحليف مولا للحليف مولا الصديق